لما جاء عمليات الحادة عشر من سبتمبر الحكومة الباكستانية بروز مشرف أفصل رئيس الاستخبارات في ذلك الوقت جنرال محمود كان محزوب على الإسلاميين في ذلك الوقت جاءوا قدم طلب للملة عمر من باكستان على أن هذا طلب أمريكا قالوا إذا سلمتم الشيخ وسامة بن لادن طبعا الشيخ هاي من عندي ليس من عندهم إذا سلمتم بن لادن أمريكا سوف توقف عنكم الحرب ماذا قال له؟ قال له لن يعير أبنائي بعد ولن يسجل التاريخ أني سلمت رجلا مسلما لدولة كافرة هذا الأمر بالمناسبة موضوع إيواء طالبان للمجاهدين العرب أسامة بن لادن ما كان محل إجماع داخل طالبان هناك من قال أن وجودهم داخل أفغانستان أنه يسبب أضرار ولكن ببركة استجابتهم وطاعتهم لأميرهم تركوا آراءهم واستجابوا فحقق الله هذا النصر بعد عشرين عاما بعد عشرين عاما